الحرائق التي اضرمت في الكثير من المناطق انتاع البلاد في تيزيوزو في الطرف في سكيكدا في خنشلا في كثير من الولايات الولايات التي ذكرتها على سبيل المثال ما هوش على سبيل الحصر دمرت واحرقت وازهقت الكثير من الارواح ويتمت ورملت ودمرت هذا الخراب الذي حصل معروف بعد ذلك صرت هبة ضامنية من العديد من ولايات الوطن الله يبارك جاء الخير من كل ولايات الوطن وهذا المصيبة اللي صرت الحقيقة فجرت يا نبيع الخير اللي موجودة في قلوب الجزائريين والجزائريات انسى الرجال الصغار كبار الخير وصل والحمد لله كل هذا معروف عندكم جميعا بعد ذلك صرت واحد الجريمة كما تعرفوا في الاربع نثيرة ثم تمثلت في قتل وليدنا وخونا جمال بن سماعيل الله يرحمه برحمته الواسعة جريمة نكرا جريمة بشعة استنكرها سكان الارض عن ثيرثا واستنكرها المجتمع الجزائري بأكماله والقضاء يأخذ مجراه بعد ذلك كانت صريحاتا نور الدين اللي هو بابات جمال أربي جزيخير كلماته أطفأت نار الفتنة في الجزائر تحياتنا نور الدين والد جمال الله يرحمه نقول له شكرا جزيلا وفقك الله لإطفاء نار الفتنة في الجزائر والشكر موصول إلى عائلة جمال الله يرحمه نور الدين باباه خالد عمه الجميع عبد النور وجمع كامل والأعيان انتاع أهل مليانة نقول لهم شكرا لكم بعد ذلك نظمت زيارة لاربع لفتت من قبل أعيان ومشايخ ومسؤولي بلدية لاربع نثيرثا وأعيان ولاية زيوزو إلى مليانة أهل مليانة استقبلون بكل حب بكل أخوة بكل خير كان لقاءا خيريا أخويا بامتياز والكلمات التي قيلت هناك كلها تعطي قوة وتعزز روح الأخوة وروح المحبة وروح الوحدة بين الجزائريين عموما وبين أهالي مليانة وأهالي لاربع نثيرثا كل هذا قد حصل بعد ذلك هو لقاء خيري وأعيما أقول ربما بعض الناس الله يحفظهم والله يهدينا ويهديهم ركزوا على جزئية بسيطة جدا الخير اللي كان بين السكان لاربع نثيرثين وبين أهالي مليانة نسميه الخير والسلام لا علاقة له بما يتحدث به البعض في هذه الشبكات تنتعى التواصل الاجتماعي على وجه الإطلاق لذلك بعد ما تمت هذه الجلسة بكل أخوة وبكل حب وبكل محبة ما شاء الله انتقلنا إلى المقبرة لاترحهم على أخينا وابننا جمال بن اسماعيل رحمه الله أسأل الله أن يتقبله من الشهداء هذا الذي حصل في مليانة الموضوع انتهى دعونا الآن تنصرف جهودنا إلى تعزيز روح الأخوة والمحبة والوحدة بين أبناء الوطن الواحد دعونا جميعا إخواني أخواتي لتنصرف جهودنا جميعا وكلنا مسؤول إلى بناء الوطن إلى المحافظة على الوطن إلى الإعمار الآن انتهت مرحلة الدمار بدأت مرحلة الإعمار الإعمار الخراب الذي حصل في ولاية زيوزو خصوصا وولايات الوطن عموما ننشغل بالعمل أذكر نفسي وأذكر الجميع بأن الله قد قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل كلمة يقولها الإنسان هو مسؤول عليها يوم القيامة وربي قل في القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون تحياتنا إلى أهلنا في مليانا قلهم جزاكم الله خيرا نسأل الله أن يحفظكم جميعا من كل بلاء وأن يحفظ وطننا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن والله على ما أقول شهيد اشتركوا في القرآن